بظل ارتفاع أسعار كتير من السلع كتير من المواطنين ممكن يعانوا من بعض التجار المستغلين واللي بيزودوا الأسعار بشكل مبالغ فيه بعيد عن المعقول وده طبعاً بيبقى هدفهم أنهم يحققوا ربح سريع مغير ما يبصوا بقى للي حواليهم وإيه مدى حرمانية ده من عدمه وهل ده وارد أنه يحصل ولا مش وارد وغلط ولا مش غلط والله يا منا أنت أصارت نقطة مهمة جداً وعايز أقولك أن للأسف الشديد الموضوع ده بقى عادي وبقى ناس بنشوفهم بيشغلوا قرآن وممكن يبقوا موظبين على الصلاة وبيستحلوا الموضوع ده طب إيه حكم استغلال التجار لهذه السلع؟ إيه حكم حجبها عن الجمهور من أجل احتكارها وبيعها بسعر أعلى من الطبيعي؟ إيه هو أيضاً دور المسلم تجاه أخي في الحفاظ على حقوقه؟ أسئلة كتير جداً هنعرفها من ضيفنا النهاردة الدكتور محمد طنطاوي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري أهلاً بحركة فقط أهلاً وسهلاً بحضرتكم وصباح الخير يا مصر ويوم جميل إن شاء الله على كل المصريين أهلاً وسهلاً بحضرتك حكم الدين الإسلامي في الاحتكار ببساطة شديدة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدرك ومقدارك العظيم وبعد اختصاراً الاحتكار حرام ذا ملخص الحق وصريح الاحتكار حرام عندنا نصوص كثيرة جداً 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 حملها العلماء على حرمة الاحتكار منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون فانظروا فعلى من يقع اللعن أيضاً قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ وكلمة خاطئ هنا ليس معناها يسير أو المعنى اليسير اللي بتبادر إلى أزهاننا ولكن انظروا في القرآن الكريم سنجد أن الله سبحانه وتعالى وصف فرعون وهامان وجنودهما بأنهم كانوا خاطئين إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فانظروا ربنا وصفهم بالخطأ لأنهم كفروا لأنهم عصوا لأنهم تجبروا فوصفهم بهذا الخطأ بالرغم من أن معصيتهم كبيرة فمعنى الخطأ هنا ليس المعنى اليسير الذي يتبادر إلى أزهاننا ولكنه المعنى الكبير أيضا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا آخر فقال بئس العبد المحتكر إذا سمع برخص ساءه وإذا سمع بغلو يعني جعله فرحة أو فرحة بالغلو غلو ثمن السلعة لأن ده هيعود عليه بمصلحة شخصية موسم بقى بالضبط كده لكن حضرتك لو نظرنا إلى التشريح الإسلامي سنجد تشريح متوافق جدا ومتصق جدا مع جميع الأطياف مع جميع الأصناف يعني عاوز يكون فيه عدل في الاستخدام عدل في التجارة عدل في سياسة استخدام الأموال فنجد أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فالاحتكار نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل ليه؟ لأن الاحتكار هو عبارة عن أن بحب السلعة معينة يحتاج إليها الناس من أجل أن تنظر تكون ندرة في السوء حتى أتحكم في سعرها فبالتالي يقع ضرر على كثير من الناس بالرغم من أنه لو استخدم طريقة أخرى من طرق التجارة زي الطرق الحلال مثلا زي أنه يشتري سلعة ويباعها بمكسب قليل أو مكسب يعني يسير كده على الناس ثم اشترى غيرها وباعها بمكسب أيضا يسير فيسير مع يسير مع يسير يكون المبلغ الكثير وهي لعيد البركة أصلا طبعا طبعا لأنه راعة مصالح الناس بالإضافة أن الدرع نحن نقول كده عشان إحنا مش بنتاجر لكن التاجر بيفكر في مخه التجارة شطارة أنا دلوقتي جبت سلعة وربنا رزقني من فضله أن أنا بس اللي عندي دي هو ممكن يبقى شايفها من وجهة نظره خلينا فكر كده بتفكير الناس عشان مش لازم الكل يكون شرير ممكن يكون مختلط عليه الأمر وممكن يكون متلغبط يعني هو يقولك أنا ربنا رزقني من فضله أن أنا بس اللي عندي السلعة دي فإيه الغلط اللي أنا عامله وأن أنا بحدد لها سعر هل فيه في الدين هامش ربح محدد أو فيه أفريج كده أو رقم بيتحط مبدأي مش رقم يعني زي رقم ولكن المنطق يقبله بحيث أن احنا نحدد الفرق بين البيع والاحتكار طيب طبعا حضرتك يعني سألت سؤال مهم جدا احنا عندنا فرق بين النقطتين بين البيع وبين الاحتكار البيع في أي سلعة لا تضر بالناس وليست لها ثمن محدد من قبل الجهات المختصة ولا تؤثر على الناس ففي الحالة دي أنا لي أن أبيع بما شئت وكيف شئت فأنا أبيع سلعتي بما شئت ولكن بشرط أن السلعة دي ما تؤثرش على أحوال الناس يعني أنا عندي سلعة من الأقوات زي مثلا الرز زي مثلا المكارونا زي مثلا السكر في الأزمات اللي حصلت قبل كده وحصل فيها احتكار شديد ده أثر على عموم الناس لذلك بنقول أزمة الاحتكار ليست أزمة شخصية دي أزمة عامة يعود ضررها على عموم المجتمع فعما نيجي نقدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة يعني عشان فرض نضر أفراد نضر مؤسسات نضر دولة ولا الضرر يزال ولا تقديم ضرق المفسدة مقدم على جلب المصلحة ولا والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مش هذه معاني أشار إليها الإسلام يجب أن نلتفت وننتبه إليها فهو لو نظر إلى أن السلعة دي يحتاج إليها الناس احتياج شديد ومنعها بقصد الإضرار بها وقصد الإضرار بهؤلاء الناس هو طبعا كده وقع في مسألة الاحتقار لذلك هنجد أن البيع له صور ولو طرق ولو وسائل متعددة الشارع حرم منها يعني لما نيجي نقول الربا الربا ده نوع من أنواع البيوع المحرمة لما نيجي نقول مثلا يعني الاحتقار نوع من أنواع البيوع المحرمة البيع صوره كثيرة منها الحلال ومنها الحرام ويجب على الإنسان أن يقف على الحلال منها والحرام وهناك بضاعة حلال وهناك بضاعة مش حلال نعم يعني فيه سلع مثلا لا يحتاج الإنسان إليه احتياج ضروري يعني ممكن ربما في وقت الرخاء الدولة أو المؤسسات تقولك بيع بالسعر اللي أنت عاوزه في مسألة العرض والطلب فإذا كان هناك عرض وطلب ده بيتم في السلع التي لا يحتاج إليها الناس احتياج ضروري وليست هناك تحديد لهذا السعر أو لهذا السمن من قبل الدولة أو من قبل الجهات المختصة فالدولة بتقولك عرض وطلب بيع كيفما شئ صحيح تمام؟ فده الفرق بين البيع والفرق بين الاحتقار طب خليني أخذ الجانب الآخر نعم إيه هو مفهوم البركة في الرزق رغم أن الناس كتير مش فهمة فلسفة التجارة نعم التجارة كانت ميت النبي عليه الصلاة والسلام نعم وكان له فيها يعني أحاديث كثيرة نعم عن أن البركة تأتي إزاي وطرقها إزاي إزاي يسر على الناس خلينا نأخذ المفهوم الآخر قبل ما نرجع مرة تانية نتكلم على الاحتقار نعم البركة ليست معناها كثرة المال ولكن الله عز وجل يعطي الإنسان البركة بمعناها أنه يزيد له في هذا المال ولو كان يسيرا يعني يفعل بهذا المال اليسير أمورا كثيرا اشترى طعاما قليل ولكن وضع الله عز وجل البركة فيه بالرغم أنك ترى الطعام يسير لا يكفي لهؤلاء الناس ولكن الله عز وجل يضع فيه البركة فيكفي هؤلاء الناس كما كان يحدث مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل شربة من أو يعني فيه لبا يسير ثم يصطح منه الكثير هذا ببركته ولكن لا ننسى أبدا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تسبب في هذه البركة وكذلك البركة في العمر البركة يعني يزيد الله عز وجل في عمرك فتعمل الأعمال الكثيرة في وقت يسير كذلك المال تفعل وتشتري به أمور كثيرة جدا 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 ولكن المال مقداره يسير نعني أو نريد أن نوضح للناس العبرة ليست بكثرة المال ولكن العبرة أن يعطيك الله عز وجل البركة فيه ربما حضرتك تشتري شيء معين هذا الشيء غالي الثمن ثم يفسد هذا الشيء هذا نزعت منه البركة ربما نزعت منه البركة وربما تشتري شيء يسير جدا 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 ولكن يضع الله عز وجل لك البركة فيه فيغنيك عن الكثير دائما كان يضرب مشيغنا المثل في البركة بالمرض يقول لك إذا مرض أحد أسرة الشخص الفقير فأذهب إلى الصيدلية أو إلى الطبيب فيعطيه مقدار قليل جدا من عليك اسبرين فيشفي الله عز وجل بها لأنه لا يملك أن يدخل ولده المستشفيات الكبيرة أو عند الأطباء وبيبقى عفوا للغاية كلامك وبيبقى بيأكل أكل مش صحي وبيشرب مياه مش صحي وربنا بيدي له يمنع الله عز وجل عنه الضر ويمنع الله عز وجل عنه البلاء ويوفق الله عز وجل أبنائه ويرزق الله عز وجل هذا العبد وأبنائه القبول بس ده مش مرتبط بالغنى والفقر ده مرتبط بصلاح العبد هو مرتبط برزق من ربنا مرتبط بالبركة أنا أقول أن البركة مش مرتبطة بالغنى والفقر ربنا بيبارك للغني وللفقير المتقي يعني نعم نعم ولا أنا كلامي لا تمام يعني هو احنا عاوزين نوضع ان البركة ليست متعلقة بالمال فقط فالبركة متعلقة بكل جوانب الإنسان بركة متعلقة بعمري بركة متعلقة بأولادي بركة متعلقة بتعليمه بركة متعلقة بصحته بسطر ومكان ومسرة وكل دي بركة كل ما ينعم الله عز وجل به على الإنسان تشمله البركة ويحيط الله عز وجل بالبركة نعم الرضا بركة الإقبال على الرضا هو توفيق من الله عز وجل يعني الإنسان إذا رضي بداخله تمام ربنا سبحانه وتعالى يرضي فيبارك له في هذا الرضا فيصير العبد عنده اطمئنة نفسي البداية تكون من العبد الأخذ بالسبب يكون من العبد والبركة في هذا العمل يكون من الله عز وجل توفيقا ويعني وإعانة وكل هذه الأمور التي تتعلق بالبركة إنما من شأها من رضا العبد بما أقامه الله عز وجل فيه لذلك عاوزين نوضح إن الرزق سواء كان قليلا أو يسيرا العبرة بالبركة فيه العبرة بالطاعة فيه العبرة بأن يوفقك الله عز وجل فيه انظروا إنما الغنى ليس عن كسرة العرض يعني سيدنا النبي بيقول كده الغنى مش إن أنا عندي فيلا وعندي عربية وعندي أبدا لكن بينشع عن رضا النفس وعن طيب النفس وعن قبول ما أقامك الله عز وجل فيه لذلك الإنسان حينما يتطلع إلى الغنى ربما يكون الغنى هو مصدر هلاكه وانظروا ربنا سبحانه وتعالى لم مد قارون المال إيه اللي حصل؟ فسد ده مش فسد بس ده طغى وتجبر وتكبر ولغى فكرة أن الله هو الذي أعطاه إنما أوتيته على علم عندي فلما جعل عطاء المال منه لنفسه وأنكر فضل الله عز وجل عليه ماذا فعل الله به؟ فخسفنا به وبدليل أرض وكذلك فاندم كل نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان إن لم يصنها أخذها الله عز وجل منه لذلك كان عقاب هؤلاء التجار أن النبي صلى الله عليه وسلم زكر عقوبات مشددة وأن الدول أو الحكومات أو المؤسسات المسؤولة تعاقبهم بما أمر به الشرع للدولة أن تعاقبهم بما شاءت إما بالتغريم وإما بالحبس وهذا كله بعد الإنذار يعني تنزرهم الأول حضرتك لو سمحت إحنا عندنا في سلعة محددة يجب عليك أن تبعها بالثمن المحدد لأن ده هو السمن العادل للسلعة فهيأتي فهو يعارض هذا الأمر بس عايزين نأكد على كلمة لما بييجي المشرع أو لما بييجي المسؤول يتكلم بيتكلم فيه الثمن العادل العادل للطرفين العادل للشخص اللي حيشتري والعادل اللي بيبيع اللي بيحقق له ربح يساعده أنه هو يعيش ويفتح بيته وكمان يطلع ضريبه منه يعني أنه ثمن عادل للطرفين ما بيبقاش فقط للمستهلك ما هو لذلك قاله الثمن العادل هو لن يكون عادل إلا بين طرفين فإذن الثمن العادل هو الذي يتعلق بالبائع وبالمشتري وكأن ولي الأمر هو الحاكم على الإثنين على البائع وعلى المشتري فيحدد الثمن العادل الذي لا يدور البائع ولا يدور المشتري وفي الوقت نفسه يحدد المصلحة التي تعود بالنفع على عموم الدولة أو على عموم الأفراد أو على عموم المنتفعين صحيح إذن الاحتكار حرام بنصوص قرآنية وبأحاديث نبوية ولولي الأمر الحق فيه ضبط المحتكر واللعب بمصائر الناس وبأقوات الناس وبمطالب الناس في وقت ربما تكون فيه الدولة في أزمة ده يعني جزاءه عند ربنا جزاء كبير جدا كلمنا عن كل هذه التفاصيل فضلت الشيخ الدكتور محمد تنطاوي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية شكرا جزيلا حضرتك عدنا موجودك فضلت الشيخ شكرا أن تحرك معنا